واضح كده إن موضوع كورونا للأسف مكمل معانا شويتين كمان بعد ما الدنيا ابتدت تهدى شوية في العالم كله لقينا متحور جديد وهو أوميكرون ابتدى ينتشر بشكل كبير جدا لدرجة إن في دول زي أمريكا كده عندها عدد الإصابات بيتجاوز فيها المليون إصابة في اليوم طبعاً ده غير معدل الإصابات اللي في الحقيقة هو كبير جداً الموجود في أوروبا هنا كمان في مصر بدأت الحالات ترتفع تاني والإصابات بتدينا نشوفها بتتجاوز الألف ومئة حالة العداد بتزيد يوم بعد يوم رغم إنه الحمد لله يعني نقدر نقول إنه أوميكرون خطورته أقل شوية من المتحورات اللي قبل كده دلتا أو حتى كوفيد نفسه لكن هو أكثر انتشاراً بالتالي لازم ناخد بالنا لازم نرجع تاني نلتزم بالإجراءات الوقائية يا جماعة الإجراءات الوقائية مهمة لإنه للأسف هو ما فيش بديل تاني أهم حاجة الكمامة منفعش تركة بمواصلات أو تتواجد في أماكن عامة أو في شغلك أو في أي مكان قررت أن تنزل من بيتك من غير كمامة حفاظاً على صحتك وعلى صحة الناس اللي حواليك يعني ناس كتيرة بتعطي تسأل نفسها يا أحمد أحمي نفسي إزاي جماعة نرجع تاني للي كنا بنعمله في الأول بروتوكول الحماية بقى اللي هو نخسل إيدينا بانتظام نلبس الكمامة في الأماكن العامة نفتح الشبابيك في البيوت أو يمكن حتى في الشغل أو الجو برد شوية اليومين دول لكن مهم أن نحن نجدد الهواء الموجود في القوض حاجة ذي كلها هتحافظ على صحتنا وهتخلينا أكيد يعني نبقى نحمي نفسنا على قد ما نقدر صحية فكرة إعادة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واضح كده اللي إحنا نسينا وعلشان رجعنا نتعايش ورجعنا اللي إحنا نفتح تاني والدول تفتح مع بعضها البعض نسينا الإجراءات الاحترازية السلام دلوقتي يبقى موجود وموجود بعشم السلام طبيعي لا ده سلام بالأحضان السلام بقى في نوع من أنواع العشم هو ده اللي بيخلينا نرجع تاني والأعداد تنتشر آه بنتكلم على فكرة الأوميكرون الفيروس أو المتحور الجديد اللي ظهر هو مش يعني عدوى بسيطة لكن هو سريع الانتشار مش خايف على نفسك خايف على محيط الناس اللي حواليك خايف على أهلك خايف على أفراد أسرتك خايف على أصدقائك لأن واضح زي ما قلت ما بقاش فيه استخدام ولا اتباع للإجراءات الاحترازية نرجع تاني نلتزم بالكمامة نرجع تاني نمنع السلام بالإيد نرجع تاني وحنا موجودين في المولات لأن كلنا خلاص بنرجع نروح المولات عدم تلامس الأسطوح حتى الميكا بنرجع فكرة الأدوات التجميل ما يتمش استخدامها يعني مكان بعضنا البعض لازم كمان يكون فيه التزام بأغذاء اللقاح ما بقاش فيه حجة لأي حد خالص في فكرة اللي هو ياخد اللقاح لأن ما بقاش فيه زحمة الأول ولا فيه قوايم انتظار زي ما كان موجود في الأول ولا فيه أزمة في توفير اللقاحات مصر دلوقتي فيها أكتر من 1393 مركز مركز لتلقي اللقاح اختر أي واحد منهم يكون قريب من بيتك يكون قريب من مكان شغلك حتى في المترو وانت مروح في طريق شغلك سجل على الموقع وادخل خود التطعيم وانت واقف على طول ما بقاش فيه زي زمان بنستنى رسالة بتجنى على الموبايلات علشان خاطر نروح ناخد اللقاح لأ انت دلوقتي فيه التوى في اللحظة وانت واقف بتسجل وبتاخد اللقاح بدون أي إجراءات أو أي تعطيل فعلني أحمد يعني اللقاح مهم جدا إنه لو ما كانش بيمنع الإصابة بنسبة 100% فهو على الأقل بيقل المضاعفات بشكل كبير كيف أن أقول لحضراتكم أن يعني مضاعفات اللي بتيجي للشخص اللي عنده أو اللي حصل على اللقاح بتكون أقل 24 مرة من المصاب اللي ما خدش اللقاح يعني خليني أقول لحضراتكم وأفكركم أن كلنا للأسف اتعرضنا أو شفنا أو حد فعالتنا أصيب بهذا الفيروس وللأسف في أوائل الفيروس ده كان يعني في الأول خالص كان الفيروس شارس وشفنا ناس كتيرة من حبيبنا وأصحابنا وحتى ناس قريبة مننا فرقونا بسبب ده نهاردة اللقاحات متوفرة وزي ما أحمد كان بيقول متوفرة في كل مكان ما فيش حد عنده حجة نهاردة تقدر تروح تاخد اللقاح من أي حتة فكورونا هتكون بالنسبة للشخص المتطعم أقل من نزلة البرد يعني مش هيدخل لا عناية مركزة ولا هيحتاج لأكسجين لقدر الله ولا هيكون محتاج أنه يتحجز في المستشفى أصلا الدراسات أثبتت يا بسانت أن أكتر من 99% ويمكن 99% من الناس اللي بتدخل المستشفيات هي الناس اللي لم تتعاطى أي نوع من أنواع اللقاح ولا أي جرعة من جرعات اللقاح مصر هنا وفرت كل أنواع اللقاح بنتكلم على سبع أنواع لقاحات بنتكلم على سينوفاك سينوفارم بنتكلم على أسترازينيكا بنتكلم على سبوتنيك بنتكلم على مديرنا كل أنواع اللقاح موجودة مبارح بس وصل 3 مليون لقاح من شركة فايزر والحد دلوقتي مصر قدرت اللي هي توفر إجمالي عدد لقاحات بيقدر بـ 132 مليون جرعة سواء كانت لقاحات مستوردة بالكامل أو حتى توفير المادة الخام بهدف التصنية المحلي لحد دلوقتي عدد الجرعات اللي بيتم أعطاها للمواطنين بتقدر بـ 60 مليون جرعة ونص ما بين جرعة أولى وجرعة تانية وكمان الناس اللي خادت الجرعات التنشطية أكتر من 71 مليون جرعة تم أخذها أو تم تعطيها ده غير كمان إعطاء حوالي نص مليون جرعة تنشطية للفئات ذات الأولوية بنتكلم على الناس كبار السن خلونا نبدأ يومنا بنوع من أنواع طاقة الأمل نلتزم نرجع تاني يمكن إحنا شوفنا منتدى شباب العالم كان معا نعود كان هو ده الشعار الخاص بي لأنه هو فكرة أصبح في نوع من أنواع الانفتاح والتعايش معا هنقدر اللي إحنا نتعافى معا هنقدر اللي إحنا نعدي ونعبر معا هنقدر اللي إحنا نكون أفضل وأقوى مما كنا اللي ما الطعمش يروح ويطعم خلونا نكون إيجابيين زي ما قلنا في البداية أنا وبسنت لازم اللي إحنا نحافظ على بعض لازم اللي إحنا نخاف على بعض أنت مش خايفة من هذا الفيروس لكن هو متحور وفكرة المتحور اللي بيحصل النهاردة لو أوميكرون هو مش شديد الإصابة لكن هو شديد الانتشار بمعنى أعراضه أقل وده اللي أنا أقصده بشديد الإصابة أعراضه أقل لكن انتشاره أسرع أمريكا بتسجل النهاردة مليون حالة إصابة أوروبا بتسجل أكتر من 170 ألف حالة إصابة في مصر كسرنا زي ما أنت ما قلتي الألف ومئة حالة إصابة فالأعداد بتزيد أنا كمان عايزة أقولك على حاجة أحمد أشان بعض الناس بتقول أن الPCR ما بتقدرش تكشف عن الأوميكرون ده مش حقيقي ودي حاجة أنا جايبها من يونيساف PCR بتقدر تكشف الأوميكرون لأن زي ما أحمد كان بيقول أن المتحور ده هو أقل شراسة من الكورونا أو الكوفيد-19 صحيح بس أكثر انتشار لكن أكثر انتشار وما نعرف في المتحور اللي جاي هيكون فيه بالضبط وكمان حاب أتكلم معيكم في نقطة وهي الأطفال لازم نخلي بالنا من الأطفال لأن الأطفال يبدأت ترجع تاني المدارس وابتدأ يبقى فيه زي ما أحمد كان بيقول انفتاح حتى كلنا ابتدأنا نرجع نمارس حياتنا بطريقة طبيعية وده خلاص العالم كله بالتجه دلوقتي لما بعد الكورونا يعني إحنا هنتعامل مع الكورونا كانها حاجة خلاص هي أمر واقع وموجود لكن هنتعامل ازاي في الفترات الجاية الأطفال كمان نخب بالنا منهم نخب بالنا أن هم كمان يكونوا لابسين كمامتهم ولو هم في السن اللي يحتاجوا فيه اللقاح ياريت برضو ياخدوا اللقاح خلينا نقول كلمة السر الوحيدة للوقاية من فيروس كورونا حتى الآن لقاح إجراءات احترازية يعني من الآخر أنت سيد قرارك صباح الخير على حضراتكم صباح السعادة صباح الخير يا مصر